ألمانيا سياحة تتأرجح ألمانيا بين الطبيعة الخلابة المليئة بالغابات الخضراء الكثيفة والجبال الشاهقة والبحيرات الزرقاء الصافية والمدن الرائعة التي تتألق بالأماكن السياحية الرائعة وقلاعها التاريخية وشوارعها الحديثة المتألقة بالأضواء ألمانيا بلد الفن والثقافة والتراث حيث يمكنك الاستمتاع بأجمل المتاحف الفنية والمعارض الثقافية والأسواق التقليدية في هذا الفيديو سنتعرف على أولا أجمل ثمانية وجهات سياحية تستحق الزيارة ثانيا أهم المعلومات عن ألمانيا ثالثا نصائح ذهبية للسفر إلى ألمانيا أولا أجمل الوجهات ثمانية برلين برلين هي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في أوروبا تتميز بتاريخها الغني والثقافة والفن المعاصر وأيضا الأماكن التاريخية الهامة يمكنك الاستمتاع بركوب قارب على نهر الشبر الرائع حيث ستشاهد المدينة من منظور جديد كما يمكنك زيارة حديقة تيرغارتين وهي أكبر حديقة في المدينة تعتبر المكان المثالي للرحلات اليومية والنزهات ذلك لأنها توفر مساحة خضراء واسعة للنزهات وركوب الدراجات لا تنسى أيضا زيارة جزيرة المتاحف فهي مجموعة من خمسة متاحف تقع على جزيرة في نهر الشابري وتضم أروع الأعمال الفنية والأثرية في العالم سبعة فرانكفورت فرانكفورت هي واحدة من أكبر المدن في ألمانيا وتتميز بالأبراج الشاهقة توفر فرانكفورت مزيجا مثيرا من الثقافة والتاريخ والفن تقع في وسط غرب ألمانيا على ضفاف نهر الماين في ولاية هسن وهناك الكثير من المباني العريقة والعمارة المبهرة العتيقة يمكنك زيارة سكايلين بلازا هذا المركز التجاري العصري والذي يتميز بإطلالة بانورامية رائعة على المدينة من حديقة السطح التي تضم مجموعة من النباتات الغريبة والمقاهي ستة ميونيخ ميونيخ هي مدينة تتمتع بتاريخ طويل مع الكثير من الحدائق والمنتزهات حيث أنها مكان مثالي للنزهة والاسترخاء بجانب نهر الإسار أو التجديف على النهر لا تنس كذلك زيارة قصر نيمفنبورغ وهو قصر فخم وكان مقرا صيفيا للأسرة الحاكمة في بافاريا لقرون يمكنك التجول في الغرف المزخرفة بشكل جميل والاستمتاع بالحدائق الواسعة هناك خمسة هامبورغ هامبورغ تقع في شمال ألمانيا وتعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد لا تفوت زيارة ميناء هامبورغ ويمكنك أخذ رحلة بالقارب لاستكشاف المناظر الطبيعية للمدينة من البحر يمكنك التجول في شوارع هامبورغ ومشاهدة الهندسة المعمرية الرائعة هناك والتاريخ الغني قم بزيارة أيضا الحديقة النباتية والتي تضم مجموعة متنوعة من النباتات المميزة من جميع أنحاء العالم من الأماكن الرائعة أيضا في هامبورغ حدائق الألستر والتي تقع حول بحيرة الألستر تتميز بمساحاتها الخضراء الواسعة والمناظر الطبيعية الجميلة ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك أربع ويلبورغ هي مدينة مشهورة بتاريخها العريق يمكنك زيارة قلعة ويلبورغ الرائعة تحاط هذه القلعة بحديقة جميلة وهي واحدة من أروع القلع في ألمانيا استمتع هناك بالتجول في الحديقة لا تنسى زيارة أيضا ويلهيل مستورم وهو برج تذكاري يقع في الجزء العلوي من المدينة ويوفر إطلالات بانورامية رائعة على المدينة والمناظر الطبيعية المحيطة بها ثلاثة كولون كولون هي واحدة من أكبر المدن في ألمانيا وتقع على ضفاف نهر الراين من أمتع التجارب التي يمكنك القيام بها في كولون زيارة متحف الشوكولاتة في هذا المتحف يمكنك التعلم كل شيء عن تاريخ الشوكولاتة وعملية صنعها يمكنك تذوق بعض العينات بالطبع لا تفوت زيارة حديقة كولون النباتية حيث تضم العديد من النباتات النادرة والمتنوع وهي مكان مثالي للراحة والاسترخة 2- دوسلدورف هي مدينة ألمانية معروفة بساحتها الواسعة والمعمر الرائع وأيضا أماكن التسوق الراقي إذا كنت من محبي التسوق فقم بزيارة الشارع الأنيق كونيك زالي حيث يعتبر هذا الشارع واحدا من أكثر الأماكن الراقية للتسوق في أوروبا حيث يضم متاجر العديد من المصممين العالميين يمكنك أيضا التمتع بالمشي بجانب قناة الماء الجميلة المحاطة بالأشجار أما المكان المثالي للذين يستمتعون بالطبيعة والزهور هي حديقة الورود وبها مجموعة متنوعة من الورود من مختلف الأنواع والألوان قم بزيارة البلدة القديمة في دوسلدورف حيث أنها قلب المدينة التاريخية ومكان شعبي للغاية للسكان المحليين والزوار على حد سواء 1- بون من أجمل الأماكن التي يمكنك زيارتها أيضا في بون حديقة بوتانيكال وتحتوي على مجموعة متنوعة من النباتات والزهور أما الأماكن المناسبة للتنزه في بون حديقة الرصيف الراين وتقع هذه الحديقة الكبيرة على ضفاف نهر الراين تتميز الحديقة بشوارعها المائية والبحيرات وأيضا الأنهار الصغيرة شارك الفيديو مع من ستسافر إلى ألمانيا مع ثانيا أهم المعلومات عن السياحة في ألمانيا 1- ما هو متوسط أسعار مطاعم ألمانيا؟ المطاعم المحلية من 10 إلى 20 يورو الوجبات السريعة من 7 إلى 10 يورو المطاعم الفاخرة تبدأ من 50 يورو 2- ما هو التقس ألمانيا؟ الربيع في ألمانيا من شهر مارس لمايو ودرجات الحرارة بين 28 درجة مئوية 3- الصيف في ألمانيا من يونيو لأغسطس وترتفع درجات الحرارة لتصبح بين 20 و 30 الخريف في ألمانيا من سبتمبر لنوفمبر تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تتراوح بين 15 و 3 الشتاء في ألمانيا من ديسمبر لفبراير وتكون الأجواء باردة الحرارة بين سالب 20 و 6 درجات مئوية 3- ما هو أفضل وقت للسفر إلى ألمانيا؟ أفضل وقت لزيارة ألمانيا الربيع ويكون من مارس إلى مايو 4- ما هو متوسط أسعار فنادق ألمانيا؟ فنادق النجم الواحدة في ألمانيا من 30 إلى 60 يورو النجمتين من 50 إلى 90 يورو الثلاث نجوم من 70 إلى 130 يورو فنادق ألمانيا الخمس نجوم تبدأ من 200 يورو 5- كم يوما كافيا للسياحة في ألمانيا؟ تحتاج إلى حوالي 10 أيام لرؤية أبرز المعالم في ألمانيا 6- هل السياحة في ألمانيا غالية؟ تعتبر ألمانيا وجهة سياحية معتدلة الأسعار بالمقارنة مع بعض دول غرب أوروبا الأخرى وفي المتوسط ينفق سائح يوميا في ألمانيا 150 يورو ثالثا نصائح للسفر إلى ألمانيا تعلم بعض العبارات البسيطة باللغة الألمانية يمكن أن يكون مفيدا خاصة في المناطق الأقل سياحية حيث الإنجليزية أقل استخداما استخدم النقل العام كالقطارات والترام حيث أنها تقدم خدمة ممتازة بأسعار معقولة العديد من المدن الألمانية يمكن التجول فيها سيرا على الأقدام لذلك لا بد أن تحتفظ بأحذية مريحة للمشي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر